قال الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية السيد محمد حامد إن مجموعة العقوبات التي فرضت على كوريا الشمالية الهدف منها إخضاع بيونج يانج لمحادثات سوداسية لنزع سلاحها النووي بالكامل وكوريا الشمالية تواجه الآن إدارة أمريكية قوية تتبنى سياسة عدوانية في سياستها الخارجية وهذا سيترتب عليه تنازلات كبيرة من بيونج يانج قرارات الأخيرة العقوبات وسيلة هدفها إخضاع كوريا الشمالية تركيع كوريا الشمالية كوريا الشمالية المجتمع الدولي يرغب منها إعادة فتح قنوات التواصل وأحياء المحادثات السياسية مجددا للأسف أن كوريا الشمالية والكيادة الكورية تواجه الآن إدارة أمريكية متشددة تتبنى سياسة عدوانية في إدارة الملف السياسي الخارجية وهذا سيترتب تنازلات كبيرة من كوريا الشمالية إذا استطعت كوريا الشمالية تصمد في وجه العقوبات كما سمدت في 2006 وفي 2009 وفي 2013 وفي كل مرة أجرى التجارب باليستية هددت بها جيرانها كانت تصمد في وجه هذه العقوبات للأسف كان على كوريا الشمالية العودة إلى المحادثات السياسية في عهد أوباما أفضل من أن تعود في عهد ترامب الذي يتبع سياسة متطرفة في اتجاهها وهو رجل الأعمال وسيكون صفقته مع نزع السلاح النووي بالكامل لكوريا الشمالية وحتى في أقل القليل وفي الحد الأدنى إذا أعطاه الحق في قيام برنامج نووي سلمي كان من المتوقع أن تصمد كوريا الشمالية طوال مدة ترامب حتى تأتي الانتخابات الرئيسية الأمريكية القادمة وهنا ستفتح كوريا الشمالية بابا جديدا للتفاوض مع المحادثات السياسية التي تشمل كوريا الجنوبية واليابان والصين وروسيا والولايات المتحدة